اشتركوا في القناة تسعى لنا استعداداً للمواجهة شو لازم نعمل وكيف لازم نتصرف حفاظاً على تروي نحن بأمس الحاجة إلى ويبدو أنه قدر المواطن بلبنان يدل مستنفر للمطالبة بحقوقه شو عم بيصير بمزيارة وليش بدأت تتحول الأملاك الخاصة لأملاك عامة إذا ما في لزوم لهالشي الأهالي اعترضوا ولكن هل من يدرس الاعتراض بطريقة علمية ومنطقية وإنسانية ومن الجبهات اللي منخفل عنا أحياناً جبهة مقاومة التلوث الغذائي فهل الرقابة موسمية وما هو المطلوب للأمان الغذائي وكيف لا تتحول بدورها لقمة العيش الصعب المنال لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين إلى مصدر للأمراض عنوين الحلقة ومنتابع دعوي لمقاومة الأطماع الإسرائيلية بنفط لبنان بلوك تسعة إلنا رغم موجة الرقابة لقمة العيش ملوسي الجرسيم عم تاكل معنا بالصحن بمزيارة فرزوا ضم مشبوه وأملاك الناس بخطر هل رح يتحرك الضمير قبل فوات الأوان؟ جبهة مقاومة جديدة تنتظر اللبنانيين لمقاومة الأطماع الإسرائيلية بفروة لبنان وبلوك رقم تسعة تحديدا خلينا نشوف هيدا التقرير ونرجع من استقبل ديوفنا أثار التهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي أفكدور لبرمن قبل أيام حول بلوك النفطي التاسع ويلي اعتبر أنه هالبلوك هو ملك لإسرائيل أثارت ردود فاعل منددة من جانب المسؤولين اللبنانيين يلي أكدوا أن تصريح لبرمن بيمثل تهديد فاعلة للبنان فالوزير الإسرائيلي ما اكتفى بالتهديد لبنان إنما حرس على الضغط على الشركات يلي قدمت عروضات بالمناقصة وقال أنه عم ترتكب خطأ فادح تاريخ البلوك تسعة بعود لعام 2009 عندما اكتشفت الشركة الأمريكانية نوب اللطاقة كمية من احتياط النفط والغاز بالحوض الشرق للبحر المتوسط بتبلغ مساحته 83 ألف كيلومتر مربع بمنطقة المياه الإقليمية لكل من لبنان، سوريا، أبروس وإسرائيل بالوقت يلي بيبلغ مجمل مساحة المياه الإقليمية اللبنينية حوالها 22 ألف كيلومتر مربع بتبلغ المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل 854 كيلومتر مربع وبمثل البلوك تسعة يلي بيقع بجنوب لبنان أحد قطاعات الغاز الطبيعي والنفط المقسمة لعشر بلوكات بالبحر اللبناني ويلي أقارت الحكومة اللبنانية منح رخصتين للتنقيب عن النفط بالبلوك تسعة والبلوك أربعة كمرحلة أولى والشركات المنقبة العالمية هي توتال الفرنسية وإنيل إيطالية ونوفا تاك الروسية وبما أنه رسم الحدود بين دولتين بيكون أما عبر اتفاقية تبرم بين البلدين وهالأمر مستحيل بما أنه الطرف الآخر هو العدو الإسرائيلي أو من خلال رجوء الطرفين إلى فريق تالت لفضها النزاع فقد حاولت الولايات المتحدة ومجلس الأمن لسنوات طويلة حل الاشتباك الإسرائيلي اللبناني لعالي أحاول أحقية امتلاك البلوكات ثمانية تسعة وعشرة إلا أن محاولاتهم باقت بالفشل فتال أبيب تدعي أنه هالبلوكات بتوقع بمياها الإقليمية وحاولت وزارة الخارجية الإسرائيلية دعم موقفها من خلال عرض العديد من الخرائط البحرية يلي بتعزز وجهة نظرها إلا أنه الخرائط اللبنانية جزمت أنه حدود البلوكات بتوقع بكاملة بالمياه الإقليمية اللبنانية إشارة إلى أنه همية البلوك تسعة بتكمن بأنه العرض المقدم عليه من قبل الشركات جيد من الناحية التقنية لأنه بيستهدف نظامين جيولوجيين للبترول وبيؤدي إثبات أي منهم إلى رفع قيمة الرقع الأخرى بالمياه البحرية اللبنانية وبيبقى أنه حجم الاحتياطي البحر اللبناني من النفط يقدر بنحو 865 مليون برميل بها الفقرة نستضيف المحمد دكتور رزق الغيب أستاذ محاضر بالقانون الدولي أهلا وسهلا فيك وأيضا معنا عضو مجلس إدارة هيئة قطاع البترول الأستاذ جابي دعبوا أهلا وسهلا فيك أستاذ جابي رح نبلش معك يعني تصريح لبرمن هل كان متوقعا عند الحديث عن بلوك تسعة سابقا يعني هلأ هيك تفجر وتزاما أيضا يمكن مع تحركات عسكرية إسرائيلية شو بتقلنا أنت درست هيدا الملف مطولا منذ بدايته أولا إذا كان متوقعا ما يقوله العدول الإسرائيلي أم لا فدائما متوقعا يكون العدول الإسرائيلي متربس فينا نعم إنما ما يدعيه العدول الإسرائيلي اليوم هو أن البلوك رأم تسعة بالكامل هو إله هذا ادعاء فارغ لأن البلوك رأم تسعة يلي مسحته 1742 كم إذا أرنام ناني بيبتدئ مع البايسلاين على الأرض يعني على اليابس يبدأ من منبعة صيدة ومن قبل صيدة بشوي ويصل إلى رأس النقور إسرائيل كانت تعتدي علينا بإدعائها أن هناك مساحة من 160 كم مربع نعم هي عم بتطالب فيها في الاختلاف اللي رأي أشرحه هلأ إذا سمحت بين النقطة واحد يلي اعتمد العدول الإسرائيلي وبين النقطة 23 إنما الادعاء بأن البلوك رأم تسعى بالكامل هو لإسرائيل هذا معناتها يعني كمان الجنوب كله لإسرائيل فهذا ادعاء فارغ وواهي وعلينا أن نقول للعالم الحقيقة أن لبنان في 9 نوفامر 2010 أرسل إلى الأمم المتحدة نقاط الإحداثيات وكانت نقطة الإحداثيات رأم 23 يلي هو قال أنه هي النقطة لما حدد باتفاقيته مع أبرص النقطة اللي لازم تكون سلاسية لأضلاع ولبنان ما بيقدر يكون لأن الإسرائيلي عدوه ما فينا نقعد معه نعمل اتفاق قاله هي النقطة واحد لبنان كان سبت هالشيء سنة الألفان وعشرة بالأمم المتحدة وإذا منفوت على موقع الأمم المتحدة على موقع يلي إله علاقة بقانون البحار اتفاقية البحار الأنكلوس منلاقي هيدا المستند يلي أنا جبته معي يلي تعلن فيه الأمم المتحدة صراحة أن لبنان أوضع لديها النقاط الحدودية حدود المياه البحرية والنقطة هي النقطة 23 أيضا في العام 2011 لبنان أصدر قانون 163 اللي هو المستند إلى اتفاقية البحار هذا القانون يتحدث عن كافية تحديد وأعلان المناطق البحرية الجمهورية اللبنانية واستنادا على هذا القانون أصدر لأن هذا القانون يقول كيف تتحدث لحدود مقال شو هي النقاط إجا المرسوم 6433 حدد المنطقة الاقتصادية الخالصة يعني حدد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وأيضا النقطة بناءا لشو هيدا المرسوم بحدد بناءا للقانون 163 يلي صادر بناءا على اتفاقية الأمم المتحدة للبحار يلي اللبنان مؤقع عليها طبعا العدود الإسرائيلي مش مؤقع عليها فإذا من بعد أيضا من بعد ما تم ترسيم هذه المياه الاقتصادية الخالصة وتعيين حدودها والنقطة 23 على الحدود المائية مع فلسطين المحتلة لبنان هذه المرة في العام 2011 أودع الأمم المتحدة النقاط والخرائط مشان هيك نحن إذا يجو العدود الإسرائيلي يقول نحن حددنا الرقطة رقم واحد وحددها باتفاقية مع أبرص سنة 2011 إنما نحن من 2010 كنا مبلغين الأمم المتحدة منذ ما قابل هذه الاتفاقية أن النقطة 23 هي نقطة الحدود المياه البحرية مع فلسطين المحتلة دكتور دكتور صغيب اليوم أنه برك حدا هلأ يسأل يمكن هيدا الطريقة الإسرائيلية المعهودة أنه هي كان كانت عم تحكي بال 854 كيلومتر هلأ عم تحكي بالكل لتحصل على الجزء هل بتقدر إسرائيل بمناورات معينة أو مناورات احتيالية أنه تقدر يعني أنه هل بتقدر تواجه الأمم المتحدة بهذا الموضوع برأيك وشو مطلوب أنه لبنان يعمل هون نعم المناورة من أول هالملف هناك مناورة واضحة من قبل الجانب الإسرائيلي نظرا لأهمية الموضوع وهو النفط والغاز الطبيعي الموجود بالبحار الموضوع ابتدأ المناورة الإسرائيلية الأساسية كانت استغلال إسرائيل للاتفاقية المواقعة بين لبنان وقبرص من أجل تحديد المياه الإقليمية هالاتفاقية اللي وقع لبنان بالأحرف الأولى ولكن لم يبرمى وكان هم هالاتفاقية أنه توضع خط وسطي بين لبنان وإسرائيل ولأنه في مناطق متنازع عليها في إلى الجنوب لبنان دولي لا نعترف بها تقرر أن يبتدأ النقطة الجنوبي نقطة مؤقتة لابتداءها الخط الوسطي سموها بالنقطة واحد دون أن يعني بتاتا أن هذه هي نهاية وضعوا نقطة مؤقتة فوق هي موضوع الإشكال 17 كيلومتر فوق النقطة 23 اللي ذكر الأستاذ دعبول واعتبروا أنه نقطة مؤقتة رجع لبنان تلافيا للأمر سنة 2009 وضع وأرسل وأكد أنه المنطقة الاقتصادية الخالصة بتوصل لنقطة 23 من وين إجت النقطة 23 هي الامتداد من اليابسة من نقطة راس العكورة اللي هي راس النقورة عفوا اللي هي نقطة بواحد باتفاقية الهدن اللي فيها أشير وضوحا أنه خط الهدن يتبع الحدود الحدود التي رسمت بين لبنان وفلسطين المنتدبة بريطانيا في حين في العام 1922 بوقتة إسرائيل ما كان إلى رد أو اعتراض أو أي شيء أو أي رد إسرائيل استغلت نقطة مؤقتة وضعت باتفاقية بين لبنان وكبروس ما إلا علاقة فيها لكي حينما أرادت أن تضع ترسم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بينها وكبروس لكي تقول أن حدودها الشمالية وهون المناورة تصل إلى هذه النقطة واحد وليس إلى النقطة 23 ولكن بمجرد اعتماد المقاييس العلمية لتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة يظهر زيف الإدعاء الإسرائيلي بـ 850 كيلومتر مربع لأنه إذا انطلقنا من النقطة اتفقنا على نقطة اليابسة علما أن إسرائيل لديها تحفظ على نقطة البي واحد التي هي اتفاق الهدني التي اليوم صارت بترسيم المناطق الاقتصادية النقطة 18 إذا إسرائيل عندها تحفظ ولكن هذا التحفظ لا جدوى منه لأن اتفاقية الهدني ثلاث أطراف وقعت عليها لبنان وإسرائيل وصادقت عليها الأمم المتحدة إذا انطلقتنا من هالنقطة ببين أن 850 كيلومتر مربع هي منطقة لبنانية تابعة للمنطقة الاقتصادية الخالصة حيث يمارس لبنان حقوق سيادية بالخالص نحن لا نسميها ولكن لأن إسرائيل تجرب تخلق أمر واقع استدعى هالأمر تحركات لجبه هالأمر والدولة اللبنانية تحركت على أكثر من صعيد بشرت إنفاذا لقانون معاهدة البحار بوضع قانون ثم مرسوم ترسيم وأيضا أرسلت رسائل بال2009 وال2010 للشركة الأجنبية الأمريكية Noble Energy التي كانت فيت بكونسورسيوم مع شركة إسرائيلية من أجل استخراج والتنقي بالنفط وجهت لإنذارات لناحية واحتفظت بحقوق لناحية ملاحقتها في حال وصلت استخراج النفط والتنقيب إلى المناطق التي يعتبرها لبنان تامعة للمنطقة مواقف وكمانا بيكون في منورات من قبل بأخذ المواقف أول شيء أنا محامة بس لنني خبير بالقانون الدولي مثل الدكتور نرجع لعن بس اللي بدي أقوله أنه اليوم اتفاقية البحار اللي لبنان مصادقة عليها لبنان نفذ ما تنص عليه هذه الاتفاقية وقام بما استباقيا لأنه عندما يكون في أمور مثل هالنوع تقوم ترسيم الحدود بطريقة أحدية وبيعرفها الدكتور وتقومين بإيداع وتقوم الدول بإيداع هذه النقط والخرائط لدى الأمم المتحدة يعني هيدا اللي لبنان عملوا من جهته اللي لبنان عملوا من جهته أيضا لازم نقول أنه لبنان تصرف مسؤولية كدولة أصدرت قانون 163 استنادا إلى اتفاقية البحار وعملت مرسوم رسمت في المنطقة الاقتصادية الخالصة وردت على الأطماع الإسرائيلية بإثبات حقها طبعا 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 بسألك إلك دكتور ردت الفعل الإسرائيلية وقت لبنان بال2009 و2011 قدم المستندات وكيف يعني شو بيكون بهيك حالة موقف الأمم المتحدة إسرائيل رسمت بدورة حدودها ورغم أنه مثل ما قال الأستاذ دعبول منا مصادقة على معاهدة قانون البحار معاهدة منطقو بي لعام 1982 بغية الإعلان عن هذا الترسيم الأحادي اللي قامت فيه واللي ضمت فيه عنوة 850 كيلومتر مربع بمنطقة الاقتصادية الخالصة أبلغت أيضا الأمان العام للأمم المتحدة لبنان بالحقيقة موقف مكتوف الأيدي وقدم شكوى للأمم المتحدة ولكن اللي لاحظني أنه كان فيه نوع بعد ما كان فيه حماس من الممثل الخاص للأمين العام في لبنان بحين السيد استفاندي مستورة اللي الآن مسؤول عن الملف السوري من أجل الدخول في مفاوضات في الأمر مستفيدا من أنه قوة تفصل بين قوة حفظ السلام اليونيفول 2 في جنوب لبنان وعندها أسطول بحري متواجد في المياه الإقليمية اللبنانية رغم حماسه الأمين العام للأمم المتحدة لم يبدي حماسي لأنه فحوة الطلب اللبناني كان خليها تتفضل الأمم المتحدة لأنه بتحكي مع الطرفين وعندها الإمكانيات تترسم هي وفقا لقواعد القانون الدولي المنطق الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان لأنه كان عنده سئة عندها سئة الحكومة اللبنانية بأنه رح ننال 850 كيلومتر وحبة مسك ولكن الأمم المتحدة كان عندها تحفظ لأنه نحن أيضا حاولنا نزرك إسرائيل بموضوع مزارع شبعة وبموجة بإليات القرار 1701 توصلت الأمم المتحدة أنه عينت خبير خرائط وضع تقريبا مسح نحائي لمنطقة مزارع شبعة وبالتالي حجة الاحتلال الإسرائيلي بدأت تتلاشى وبسحر سحر توقف هالمجهود الذي نعمل من قبل المساح وتوقفت الأمور لأنه تضر بالمصالح الإسرائيلية الخوف كان من أن الأمم المتحدة لديها تردد من القيام بهالشي أنه ترسم لأنه ذلك يضر بالمصالح الإسرائيلية تلقفت الجهة الأمريكية الموضوع وتدخلت عبر مبعوث السيد فريدريك هوف الذي هو خبير مائي بأمريكا مشهور لديه عدة كتب في هذا الموضوع وقام بوساطة مثل ما تواتر إلنا من الإعلام أنه وصل لتسوي طرح حل كوسيط بين الطرفين أنه يكون تقريبا 60% من هالمنطقة للبنان وأربعين بالمئة لإسرائيل طبعا هالشي رفضوا لبنان حتى الآن لأنه اعتبر أنه هذا بيشكل هضم ولو لنسبة لحقوقه لا عفوا بس عرض هوف لو سمحت عرض هوف إجا كمان أنه الموارد البترولية التي موجودة في هذه المنطقة على الرغم من أنه بيعطي التلتين للبنان أنه توضع في إسكرو أكاونت بعدين منشوف شو بنعمل فيها أنه بيعدون يعتبروا منطقة متناسة عليها وهذا اللي رفضوا لبنان لبنان رفض رفض هذا الحل وأيضا ذهب هوف وإجا بعده عاموس هونكستاين لحتى يكفي يعني فيه انحياز بالأمم المتحدة لا لا خلينا الأمم المتحدة الأمم المتحدة لم تقم بأي مبادرة وعام طول أنا ما شغلت أم مبادرة الذي يقوم بالمبادرة هو الولايات المتحدة الأمريكية من بعد هوف إجا عاموس عاموس كمان عمل جولة على المسؤولين اللبنانيين وكان فيه من المرة الأولى يوم أنت ما كان فيه رئيس الجمهورية إنما وزير دوت الرئيس بري ودوت الرئيس سلام ووزير الخارجي جبران بسيل اتفقوا على ورقة موحدة وقدمت إلى عاموس أن لبنان موقف واحد لا يقبل بالتنازل عن أي شبر من المياه الاقتصادية الخالصة يعني بدي أقوله كمان أن العدول الإسرائيلي لما نحن أعلننا دورة الترخيص الأولى كمان قدم اعتراض للمنم المتحدة ووزير الخارجي كمان جاوبت على هذا الاعتراض وقامت بدورة وكان جواب واضح وتثبت حقوق لبنان في مياهه وأيضا تثبت حقنا في استثمار مواردنا الطبيعي ويفوت شوي على ما قامت به هيئة إدارة قطاع البترول ووزارة الطاقة عندما أعلنت افتتحت بدورة الترخيص الأولى وضعت هدفين لدورة الترخيص الأولى الهدف الأول هو تأكيد حقوق لبنان في حماية مياهه وموارده الطبيعي والهدف التوسط إلى اكتشاف تجاري في ألميه البحرية العرضين اللي اجوا من ائتلاف الشركات بدورة الترخيص واحد منهم اجوا على البلوك رقم 9 وهذا ما أكد أن لبنان استطاع أن يحقق الهدف الأول من بدورة الترخيص يعني لما بيجي عرض على بلوك في عدو يعني ما كانت فرآن مع الشركات أبدا أرضمت عرض كامل وعرض جيد واللي بدي أقول أن العرض كان عرضا جيدا ومشان هيك نحن قمنا بالتقويم لكل النواحي العرضين التجاري والتقني بغض نظر على الاعتراضات على التلزيم نحن لا لا ما فيه اعتراضات على التلزيم يعود لمجلس الوزراء والسلطة الاستنسابية في اتخاذ القرار يقول دفتر الشروط والقانون يقول أن الوجلس وزارة تلزيم فإذن اللي صار لبنان عندما يجي عرض أنا لم أبحث بها الناحية لم أبحث بالناحية السيادة معنا لأنه لم أريد جيد لك هذه المياه لا لم أجد لك عندي كل التفاصيل المياه اللبنانية البلوك رأم تسع هو في المياه اللبنانية وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في سيادة لبنان الناجزة على هذه المياه لأنه يعود بالكامل إلى البنان نحن نرجع بالتزامن بين توقيع العروض وبين التصريح لبنان هذا التزامن أكيد مقصود هل مقصود أنه لم تتلع بإيدهم يعملوا شيء لأنه توقعت الاتفاقات كان فيه تصريح واضح لممثل الشركة الأساسية المشغلة تتال على إصر توقيع بالاحتفالية التوقيع العقود قال أنه أولا التنقيب سيتم بمنطقة بعيدة نسبيا لأنه البلوك الرقم 9 يغطي نسبة من المنطقة الإسرائيل بتاعتبارها بينما النسبة الأقبار عن 854 كيلومات يمكن فيه توجه أن يبعد ولكن بمجرد أن نقبل مثل ما قال بالبلوك الرقم 9 كما حددته الدولة اللبنانية بما يشمل بطرفه الجنوب المنطقة الإسرائيل بتدعي زيفا أنه هي تابعة إلى بيعني أنه التهديدات الإسرائيلية التي تمت لم يكن إلى الوقع المنشود على هالكون كونسورسيوم الدولي التي يضم شركات إلى بيع طويل بالمجال ولا بل أنه أيضا لبنان اعتبر أنه مثل ما إسرائيل بتهدد فوق السطوح بأمور عسكرية هو يعتبر أنه أيضا احتفظ بنفسه بملاحقة قانونية لشركات أجنبية إسرائيل بأي حال من الأحوال بحال أيضا صار فيه اتفاقات مع الدولة العبرية لناحية التنقيب في المناطق في هذه النقطة هناك حقل جزء من منطقة الاقتصادية التي ذكروا الدكتور هناك حقل هو حقل كريش في اكتشاف العدو الإسرائيلي عملوا بالمياه الفلسطينية المحتلة وهو اكتشاف بسيط يعني 1.5 تقريبا تسي أف صار فيه اتفاق مع شركة يونانية بعتقد أنه لتطوير هذا الاكتشاف هلأ تطوير الكريش يبعد حوالي 5 إلى 4 كيلومتر عن الخط اللي رسمته للدولة اللبنانية رسمته للمياه البحرية في حال صار تطوير لهذا الحقل طبعا يشكل هذا التطوير مخاطر على شفط لموارد هيدروكربونية ممكن تكون ممتدين يعني لم يكن لازم يعملوا هذا التطوير بهذا المؤكد يجربوا يعملوا هذا التطوير اللي قاله الدكتور أنه أيضا الوزارة الخارجية احتفظت بحق ملاحقة الشركة الممكن تقوم بهذا التطوير وممكن أن تستغل موارد مشتركة بين المياه البحرية اللبنانية والمياه البحرية الفلسطين المحتلة لأنه يكون في مكامل مكامل لما يصير فيه الاكتشاف إنما هيكليات ممتدة عابرة للحدود ممكن إذا صار في تطوير من ناحية تاني إذا صار في بطريقة حسنة النية حفر عمودي يأثر على هالموالد وإذا صار في حفر أفقي لصوب لبنان يعني بين الشركات يجب أن يتبعوا بروتوكول معين بهذا الموضوع أو معايير معين بين بعضهم نحن لا نعترف بإسرائيل كدولي هلأ العضو الإسرائيلي عم بنقب بمياه مش لقلو حتى هي المياه البحرية للفلسطين المحتلة ولكن عندما تأتي شركات وتدخل في محل في نزاعات بإشياء يعني مثلا اليوم بلبنان الشركات التي أتت إلى لبنان هي على قماعة كاملة بأن البلوكرا متسعة كيف تكونت إلى الأنيعة طبعا لأن البلوكرا متسعة هو البحرية اللبنانية وحتى بدي أكتر من هك يمكن اليوم الشركات يعني بعروضها تقنية يلي قدمتها وعم بتشوف كيف بدها تحفر بالبلوكرا أم تسعة عارف هي عندها عندها خطة استكشاف رح تتقدم خلال ستين يوم لهيئة إدارة قطاع البترول للموافقة عليها من قبل الهيئة والوزير هذه الشركات سوف تبين أماكن الحفر شو كانت حجة إسرائيل وقتا اللي ردت بالأمم المتحدة شو الحجة إذا مثل ما عم بقول استاذجاب أنه واضحة وضوح الشمس أنه عيد المياه اللبنانية أولا النقطة باليابس اللي عم نطلق منها البي ون با اتفاقية الهدنة هي بتعتبرها غير صحيحة واتفاقية الهدنة انتهت بمجرد أنه لبنان وقع اتفاقية القاهرة سنة 67 ولكن رغم ذلك هناك العديد من قرارات المجلس الأمن بتأكد على اتفاقية الهدنة بعد 67 وبالتالي ما زالت قائمة النقطة الثانية التي استندت عليها هو الاتفاق الموقع والغير مبرم مع كبروس بتحديد الخط الوسطي الفاصل بين المنطقة الاقتصادية الكبروسية والمنطقة الاقتصادية لأنه بأبروس نحن مثل ما بتعرف هالمنطقة الاقتصادية بدأت توصل لآخر نقطة جنوبية تلامس المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل وبالتالي نحن وضعنا نقطة مؤقتة لأنه نحن بدولة ما عم نعترف فيها وهالموضوع من أولوية مع الجهة القبارسة برغم إعلان لبنان الصريح أنه مش النقطة واحد هي النقطة النهائية بل النقطة 23 في نقطة بس واحدة بدي أكد عليها أنه ملازم الأمم المتحدة اللي هي الجهة الأولى المختصة بأي موضوع قد ينتج عنه تهديد للأمن والسلام الدوليين أنه ما تدخل بالأمر وعلى لبنان أن يضغط على الأمم المتحدة لرسم خط أزرق هلأ من ألك منسألك كيف هلأ منسألك كيف هلأ رحلك كيف اليوم هناك قواعد لرسم هذا الخط من خط الأساس وهناك عدة مدارس لهذا الرسم وهناك عدة نظريات في نظريات أخرى أكثر أكثر تطرفا من الاعتدال يمكن يمكن يلي سارت عليه الدولة اللبنانية وفي نظرية كمان أنه اليوم في جزيرة اسمها ناتق بحري اسمه تخيلات على الشاطئ بين لبنان وفلسطين المحتلة ويمكن إذا أعدنا رسم الحدود يكون نحن عنا كمان أيضا أيضا أكثر من النقطة التي حددها لبنان وهنا ويمكن ومش يمكن أسمع وتنام إلي أن هناك توجه أن هناك توجه أن يعاد إلى والدولة اللبنانية يمكن تطالب أن تتوجه أن تذهب هذا المذهب وأن تطالب إذا كان في من إعادة رسم لهذه الحدود بما يعطي شكل عادي أكثر لبنان بما يأثر أبدا على العقود أن نرجع نطالب بإعادة رسم هو هو ليس أن نطالب بإعادة رسم الدولة اللبنانية رسمت ولكن أقول أن الدولة اللبنانية اعتمدت الطريقة المعتدلة في رسم ولم تعتضي على أحد ولكن إذا نرجع نفتح الموضوع والعدول الإسرائيلي يمكن للدولة اللبنانية أن تقول أيضا في نظريات أخرى للترسيم مما يجعلنا نكسب مساحات أكثر طبعا الملف التفاوضي اللبناني بإيد الحكومة اللبنانية وزارة الخارجية ولكن بيبقى أنه سبق أنه رسم حدوده وأرسل منطقته الاقتصادية الخالصة شو هي حدوده الجنوبية والغربية والشمالية وبالتالي العودة عن هذا الأمر قد يجابه بمبدأ الاستوبال أي مبدأ أنه لا يمكن للمرأ أن يقول عكس مقاله سابق هذه أول نقطة بس النقطة المهمة أنه مثل ما قال الأستاذ دعبول برك هذا أنزار لإسرائيل أنه لا تجرب تقرب ساوبنا نحن نقدر أنزار هو أنه لبنان لديه أيضا عناصر قوة نتيجة التي هي أولا وحدة الوطنية لا يوجد خرق لها وحدة الوطنية بهذا الموضوع في إجماع لبناني على الموضوع من أقصى اليمين لأقصى اليسار ثانيا المنطقة كلها عم تغلي ويمكن إسرائيل ما إلى مصلحة وعم بتشوف الخطر عم بيقترب منها من الجهة الشمالية الشرقية وحتى بالأردن وحتى بمصر الوضع منه تمام يمكن ما إلى مصلحة معها مع الترابط اللي صاير بالمنطقة أنه تفتح ما في ربط هو في ربط ولكن الخوف في ربط الخوف أنه هالربط اللي بعده بارد يتحول إلى ربط ساخن وبالتالي تشتعل الجبهات كلها يمكن إسرائيل ما إلى مصلحة حاليا بهالموضوع لذلك نرى هذا الحماس الأمريكي لإيجاد حل عبر زيارة وساعد الوزير الخلجي الأمريكي إلى الموضوع للوصول إلى حل ولكن نحن لدينا نقطة قوة أساسية أن القانون لصالحنا والانطلاق من النقطة الليابسية هو لصالحه عمل واجبيته لأنه ما بيقدر يروح أكتر من هيك محكمة البحار ما بيقدر يلجأ لأنه أولا ما بيعترف بإسرائيل وتانيا إسرائيل مش منضم إلى اتفاقية البحار وتانيا محكمة العدل الدولية أو التحكيم برتب اعتراف هي عادة محكمة البحار هي أفعال حاليا صحيح أنه ناظرة بقضية وحدة ترسيم ولكن هي المختصة بهذا الموضوع ولكن الدول تفضل تروح على محكمة العدل الدولية ولكن رغم ذلك هناك عائق أننا لا نعترف بالدولة العبرية والزهاب أمام محكمة العدل الدولية يستوجب موافقة بعضهم عن بعض وهذا لبنان ما يريد أن يجتنبه كما الذهاب إلى التحكيم فيبقى الوسائل غير القضائية لحل النزاع ومن هذه الوسائل غير القضائية اللجوء إلى دور وسيط أو أحد الأطراف يبزل المساعي حميدة لكي نصل إلى حلم الأمم المتحدة لا يستطيع أن أعلق على هذا الموضوع أساسا أنا قربت الموضوع نحن ليس إختصاص هيئة قطاع البترول بس إنما قربت الموضوع تقول للدول اللبنانية شو عملت لأنه لنوصل لنقطة نقول أنه نحن لما رسمنا البلوكات البحرية في هيئة إضاءة قطاع البترول اعتمدنا على المرسوم 6433 الذي حدد المناطق الاقتصادية الخالصة وأخذنا نفس المساحة وقطعناها البلوكات إذا بنا نحكي أنه نقرأ بقى بعد من التصريح يعني لليبرمن شو يعني ممكن إسرائيل تلجأ لشو أكتر من أنه هلأ صرح لبرمن والتزامن هذا التصريح عادة في وسيلتين للضغط إما وسيلة سلمية عبر ضغط ديبلوماسي أو حتى ضغط قضائي ضد الكنسورسيوم الذي رسع عليه اتفاقية الاستكشاف هل ممكن أنه إسرائيل تنجأ ولكن ما نرى لوين يوصل قانونيا هذا الأمر غير تهويل المسألة الثانية هي اللجوء لا سمح الله إلى نزاع مسلح وهذا الأمر له محزيره الكبيري على إسرائيل قبل علينا أكيد مبارح وقعتوا الاتفاقات وأنتوا على تواصل مع الشركات هل الشركات تبلغت نوع من انذار ولو شفها أو تهويل أو تهديدات من إسرائيل لا في معلومات الشركات كانت موجودة وكان الكبار مسؤولين في هذه الشركات كانوا موجودين نعم بحضور فخامة رئيس الجمهورية تم التوقيع صار بتسعة وعشرين إنما تبادل الاتفاقيات صار مبارح بحفل رسمي الشركات عندها ستين يوم لحتى تقدم خطة الاستكشاف مثل ما قالتلك والحمد لله كل شي ماشي طبيعي بخطة بخطة الاستكشاف تحدد المواقع بخطة الاستكشاف اليوم في عنا الرقعة رقعة رقعة ورقعة رقعة تسعة بدون تقدم فيهم خطتات استكشاف خطة الاستكشاف اليوم تتضمن أعمال تحضيرية خلال سنة 2018 هناك بعض الدراسات الجيولوجية وبعض الدراسات البيئية واللي علاقة بالسيفتي والعمل بطريقة آمنة والتحضير إلى أن يبدأ الحفر في بداية عام 2019 هناك التزام من الشركات والشركات قدمت ضمانات لهذه الالتزام هناك كفالة موجبات العمل يعني بتحط الشركة كفالة مصرفية عديش المتار البئر الأولى 40 مليون الكفالة 40 مليون دولار الشركة بالأربعة والبئر التاني بالتسعة بئر الأولى بالتسعة 40 مليون الشركة في حال هن شركات عالمية لها سمعات عندها سمع كبير وبرتفوليو كبير من المنطقة عم يشتغلوا عندهم اكتشافات تب والحكة اللي بين كتب مثلا عن هذه الشركات شوف هذه الضمانات تعطي للدولة اللبنانية الحق بأن تسحب الكفالات في حال الشركات لم تقوم بالأعمال إنما هذه الشركات شركات ذات سمعة عالية جدا بس كمان في تقرير يعني ما بدنا نسمى الشركات ولكن في تقرير كتبت عن وقائع صارت خلافات بين هذه الشركات وأماكن كانت عم تشتغل فيها ونزاعات قضائية وكمان في سمعة غير جيدة يعني أولا لألك شعري يعني هالتقرير اللي منقراها وبتمزل بصحف لي منها منها جيد من خراف الشركات الشركات اللي قدمت العروض هي شركات مؤهلة مسبقا للاشتراك في دورة التأهيل الأولى في المياه البحرية الدورة التأهيل الأولى حصلت سنة 2013 وتأهلت هذه الشركات تأهلت تطال اللي هي عم تشتغل بأبرس نعم والأني والأني اللي عم تشتغل بأبرس وعندها اكتشاف بظهر طب هيدا التقارير اللي عن أني تفضل 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 تسعادين السؤال تكفي تفضل هذه الشركات تقدمت بمستندات عندما اشتركت في دورة الترخيص الأولى تفيد بأنه لا هناك ليس أي دعاوة قضائية عليها وليس هناك إجراءات التصفية أو بحكم الإفلاس وليس هناك منازعات قضائية أو منازعات تحكيمية هل مستندات هيدور تقدموا عند إجراء دورة التأهيل وينص دفتر الشروط على إعادة تقديم هذه المستندات مع العرض لأنه بين التأهيل وتقديم العرض هناك مسافة زمنية فيجب أن تقدم الشركات نفس هذه المستندات المستندات التي لدينا واللي طالع بشكل من مين المستندات من الشركة زيتها لا في مستندات تصدر عن السجل التجاري في أماكن تسجيل الشركات بأماكن تسجيل هي بأماكن تسجيل أماكن التي اشتغلت معهم وإلا التقارير الصحفية هذه كذب التي رينيها وفي نعمل التقارير أنا أستطيع أن أعلق على ما لدي من مستندات قدمت أصولا حسب ما يطلب دفتر الشروط هي مستندات صادرة عن المراجع المختصة مصدقة لدى الكاتب العدل في الخارج مترجمة ومصدقة لدى السفرات اللبنانية في الخارج ومن مزارات الخارجية في لبنان هذه المستندات التي قدمتها الشركات الثلاث تقول بأنها ليست بحالة نزاع قضاء أو تصفية فالموضوع هنا أنه إذا في أي معلومات أو تقارير صحفية أنا أحكم على ما يطلبه دفتر الشروط عندك شيء معلومات بهذا الإطار أبدا بس اللي ضيف إضافي بسيطة من خارج الموضوع أكيد أنه الشركات العالمية لا يمكن إذا نبشنا بكل سجلات الشركات العالمية أنه أن لا نجد دعاوي لأن الأمور هي مش بين خير وشر أو بين أبيض وأسوأ دائما نطرح الأسئلة أن نترح ودايما يكون فيه أحيانا ملاحقات أحيانا لوجهة نظر مثلا ضريبية لدى الشركة لا تشرك الرأي نياب العام بدولنا نقول أنه التصريح هو بإطار بعده بإطار التهويل لبنان محصن بكل الكتب التي أرسلها للأمم المتحدة وأكيد البلوك تسعى لبنان شكرا لكم شكرا لك أستاذ جابي كمان دكتور زغيب فاصل علينا ومنتبع الحلو شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة